السمع والبصر والقلوب والأفئدة كلها من أجل أن تتشرف بالتعرف على العهد الذي بين الإنسان وربه هذه قصتك أيها الإنسان نعم لا نبالغ عندما نقول هذه هي أعظم قضية في حياة كل إنسان جاء إلى الدنيا ولذلك رب العالمين حفظ بذاته العليا القرآن الكريم وأورث من يحفظ القرآن الكريم وحفظه ليس نصا فقط وليس حروفا فقط إنما هو تمسك به إنما هو صلاح وإصلاح والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ليسوا صالحين فقط ما صاروا مصلحين إلا لأنهم كانوا صالحين في ذواتهم في أنفسهم إذن نحن دائما نريد أن نجعل أفكارنا مترابطة بما سبق قلنا الإنسان عليه أن يتهيأ لضعفه ونعمة التكليف من رب العالمين هي كيف نخرج من هذا الضعف قال أحد العلماء العبادة هي كيف تخرج من التكليف إلى الكلف وهذه براعة اللغة العربية التكليف هي الأمانات التي في عهدتنا من رب العالمين